اشتركوا في القناة على ملة الخليل إبراهيم رغم أن المجتمع كله مجتمع وثني يتردد على الأصنام يقدم لها القرابين ويفعل من أجلها الأفعيل فارتقت هي وسبحان الله هداها الله عز وجل وأسلمت وتزوجت من عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وعلى أبيه وكان تاجرا مشهورا وكان غنيا ميسورا ورث عن أبيه المال والتجار فلاحظ سيدنا أبي بكر أن عبد الله ولده بدأ ينشغل بحبيبة قلبه وحليلته وزوجته عاتكا وهي كانت تستحق لأن كل من رآها أعجب بحسنها كانت جميلة الجميلات حتى قالوا في وصفها أنها كانت شرخا مرخى طولا وعرضا جمالا حلاوة أنوثة ودلالا وقدرة رائعة على طهي الطعام ومضاحكة الزوج وإدخال السعادة على قلب فأسرت بأفعالها وبجمالها قلب عبد الله ابن أبي بكر فبدأ ينيب عنه بعض الرجال في التجار لا يقوى على تركها أو أخذها معه وفضل البقاء معه ثم بدأ يتخازل حتى عن تلبية نداء الجهاد منادي الجهاد ينادي حي على الجهاد يا خيل الله الكوي وهو يصهل وهو يتكاسل لمح الصدق ذلك وهو رجل وقف عند حدود الله فجاء إلى ولده ووبخه وطالبه أن يطلقها واستجاب عبد الله فلا أحد يكسر لأبي بكر كلمة ولا يرد له طلبا فطلبه فرط لكن لحزنها ولجمالها ولتعلق عبد الله بها فبدأ يدخل في مراحل من السهو عدم التركيز لا مبالاة وبدأ يسرح ويشرد فكره كأنه يتخبط تخبط العشواء أدرك الصدق ذلك فأشفق على ولده وأمره أن يراجعها فراجعها وعادت المياه إلى مجاريها وعاش شهورا في هناء وطيب عيش إلى أن خرج في غزاة الطائف فلقي الله شهيدا هي هاجرت بعد ذلك وكانت من المهاجرات المؤمنات تقدم إليها زيد بن الخطاب شقيق عمر رضونا الله عليهما فتزوجت زيدا لكنه استشهد في غزوة يوم اليمام فتزوجها عمر بن الخطاب بعد انقضاء عدتها خطبها وفي ليلة الدخلة جاء علي ليهنئ عمرا ثم قال يا عمر أريد أن ألتقي بعاتكة لأكلمها فذهب عمر إلى عاتكة وقال لها إن علي يريد أن يكلمك فجاءت فعاتبها الإمام علي وقال لها يا عدوة نفسها أنسيت ما قلت في حق عبد الله بن أبي بكر ألم تقولي رزئت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر ما كان قصرة وأخست عهدا على نفسك أنك لا تقربين الرجال ولا حتى تستحمين فإن كسفت وضعطأت إلى الأرض وبكت فقال عمر لعلي ما دعاك لهذا يا أبو الحسن لما تنكد علينا في ليلة عرسنا قال أردت أن أذكرها بما قالت ولم تلتزم به قال كل النساء كذلك المهم أن عبد الله بن أبي بكر لقي الله شهيدا في غزاة الطائف زوجها الثاني زيد بن الخطاب لقي الله شهيدا في يوم اليمام تزوجت بعمر بن الخطاب قتل في المحراب نعم ثم تقدم لها الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله فتزوجها لكنه دخل في المشكلة المعهودة والمعروفة بالجمل وصفين وما إلى ذلك في عصر الفتنة واستشهد أيضا ففكر الإمام علي أن يتزوج بيعاتك فأرسل إليها بعد انقضاء عدتها ليخطبها لنفسه فحدثت المفاجأة أنها جاءت للإمام علي وقالت له أنت ابن عم رسول الله وأنت ملء العين والقلب ومثلك لا يرد وأنا لن أظن عليك بنفسي لا استكسر نفسي عليك فمن أكون أنا بجوارك أنت أنت سيد الرجال وابن عم رسول الله نعم وأنت الإمام لكني والله أنا أخشى عليك من القاتل فكل من تزوجت شاءت إرادة الله أنهم جميعا سبقون إلى الدار الآخرة تزوجت بعبد الله بن أبي بكر لقي الله في غزة الطائفة شهيدا الله أكبر ولله الحم تزوجت بعده بزيد بن الخطاب لقي الله شهيدا يوم اليمام الله أكبر ولله الحم تزوجت عمر بن الخطاب لقي الله شهيدا الله أكبر ولله الحم تزوجت عبد الله بن تزوجت الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله وابن عمتك فلقي الله شهيدا والله أكبر ولله الحم فإني أخشى أن أتزوجك فيضاف اسمك إلى الرصيد السابق واعتزرت بهذه اللباقة وأظهرت هذه المحبة والولاء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحديدا لشخصية الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه ولم تتزوج لكن أنظر إلى أقدار الله عز وجل أن الإمام علي رغم أنه لم يتزوجها لكنه في طريقه لأداء صلاة الفجر قتله عبد الرحمن بن ملجا سبحان الله شيء من عجيب القدر وقدرة الله فوق الشك والتهم وما قدر يكون تخيل معي أنها رضيت بالإمام علي وكان سيضاف كما توقعته بنور البصيرة لديها إني لأظن عليك بنفسي ابن عم رسول الله فأنت في الثرية أما أنا فما زلت على الثرى فأين الثرى من الثرية لكني أخشى أن تتعرض لمسألة استشهاد أو قتل فتصبح في رسيد من سبقك كعبد الله بن أبي بكر وزيد بن الخطاب والفاروق عمر بن الخطاب وابن عمة رسول الله الزبير بن العوام ظنت على نفسها بالإمام علي خشيت عليه القتل والاستشهاد لكن كانت للأقدار كلمة أخر أن سيدنا الإمام في خروجه ليصلي بالناس إماما قتله عبد الرحمن بن ملجم وكان ما كان وعمر قتله أبو لعلوة المجوسي نعم وكان ما كان من أحداث الفتنة المعروف السيدة عاتكة ابن تزيد ابن عمر ابن نفيل حسيبة نسيبة مسلمة صادقة شريفة عفيفة وقد هاجرت نعم وكانت لها هذه الوقفة الطيبة لتكون نبراسا في حياتنا ولتتعلم بناتنا هذا الصدق وهذا الولاء وهذا العشق لآل بيت رسول الله نعم رضي الله عن عاتكة ورضي الله عن أخيها سعيد بن زيد أحد العشر المشهرين بالجنة ورضي الله عن عمر واخته فاطمة ورضي الله عن زيد الشهيد وعن زبير بن العوام حواري رسول الله الشهيد ورضي الله عن إمام علي الشهيد أيضا نعم ورضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن كل أصحاب رسول الله أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى